موسيقى سلام وأمان ورحمة عليك أي أن كان مكانك في هذه الأرض أهلا بيكو أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج إمرأة من كوكب آخر النهاردة نتكلم عن الكرآن الكريم وفضل آيات الكرآن الكريم شهر رمضان وعايزين نتدبر في الكرآن قلنا رمضان السنة دي وفيه اختلاف في إراية الكرآن مش هنقرأ زي كل سنة ونختم المصحف وخلاص لازم نعرف كل آية مكتوب فيها إيه في آيات سهلة جدا ممكن تعرفها في آيات صعبة ممكن تشوف التفسيرات بس لازم تفهم ربنا بيبلغ لك إيه الرسالة دي جواها إيه هو ده السؤال دلوقتي إيه اللي جوا الرسالة مش هقرأ وخلاص تاني حاجة أنا كنت عايزة أقترح عليكم حاجة برضو فكرة جات لي جميلة إحنا نعمل كراسة كده صغيرة اسمها سمعنا وقطعنا ونقسم الكرآن يعني هنقسم ونعمل ألوان وكده في الكراسة نقسم الكرآن لإيه بقى لجزاءات ونواهي وأوامر ومعلومات وكنوز هنقسمه يعني ربنا أمرنا بإيه الجزاءات اللي موجودة في الكرآن النواهي اللي موجودة في الكرآن إحنا مش هنعملها الأوامر اللي ربنا أمرنا بيها نحن ننفذها على الأرض زي إيه مثلا؟ الجزاءات زي إيه مثلا؟ ويل لكلهما زيتهم لومزا ده كده ربنا بيعمل وعيد اللي بيعمل همز ولمز ويل لا ده جزاء خلاص حطه في جنب ماشي أو نواهي مثلا لا يخطب بعضكم بعض دي نواهي نحطها في جنب دي تابع النواهي في كراصة سامعنا وقطعنا عشان كل حاجة هننفذها بالزبط لأن انت لو نفست الكرآن على الأرض اعرف أن انت هتعيش جنة الأرض فعلا لكن ان انت تختاب وتنم وتعمل وتقول أنا بقرأ الكرآن ومش عارف انت قريب إيه أساسا نا مالوش لازمة مالوش لازمة احنا قلنا رمضان 2020 يبقى في اختلاف في كل حاجة عشان ربنا يشيل الوباء اللي جابهولنا يشيل كورونا على مستوى العالم كله لو طبقت الكتاب السماوي وقلت لك ده دستور الحياة ده هو مفتاحك في الكتاب السماوي كل الكتب السماوية ربنا ننزلها برسالة بحاجة عايز يقولها لك لازم تطبقها مش هروح أصلي التقوس ويقرأ التقوس وأنا مش عارف أنا قريت إيه وأعمل عكس الكرآن مالوش لازمة مثلا أوامر زي إيه وكله من طيبات ما رزقناكم ده أمر كرآني وكله من طيبات ما رزقناكم خلاص يبقى أنا أكل الطيبات اللي رزقني عليها أكل أكل صحي ما أكلش حاجات تدمر أجهزتي وتدمر نفسي أكل خضار فكهة دي الطيبات اللي ربنا ذكرها إحنا معينا شيخنا الشيخ محمد درويش هنتكلم أكتر وهنتعمك أكتر في فضل الكرآن الكريم خطيب بوزارة الأوقاف أهلا بيك يا شيخ محمد أهلا بحضرتك عايزين نتكلم بس قبل ما نتكلم مع فضل الكرآن إزايك يا فانوس الحمد لله إيه لا ياك في زي العربي اللي أنا لابسي ده حل أنا بس أقفلك أهو بس أنا مش عارف أنت ليه بيختار الله هردى اللون ده في أول يوم رمضان أنا بحب اللون الأسود عموما بس مش على حاجة وحشة يعني أنا بحب اللون ده بيبقى فيه وقار شوية يعني يبقى كده يعني مش عارف لبعضك سي معلش يا فانوس عايزين نتكلم مع حضرتك قولي فضل الكرآن بس زي تنحى في رمضان الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين عليه وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين يا رب كثر الفساد فنجنا وعجز الطبيب فداونا وقلت حيلتنا فتولنا إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا أنت كما تحب اجعلني كما تحب يا من يرى مضى البعود جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي ثم أما بعد فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أن أشراف هذه الأمة هم حملة القرآن كما حكت السنة النبوية المطهرة ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير وما ورد قال صلى الله عليه وسلم كما عند التبراني خيركم من قرأ القرآن وأقرأه وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عن سيدنا عثمان قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه ويقول الإمام الشاطبي في الكراءات السبع في مقدمة الشاطبية وبعد فإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء وهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنة متهللة يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به صؤلا إليه موصلة فيا أيها القاربي متمسكا مجلا له في كل حال مبجلة هنيئا مريءا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلاء إذن القرآن الكريم هو دستور الله سبحانه وتعالى في الأرض أنزله على لبيه صلى الله عليه وسلم وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كل قلب لا يشرق عليه شمس القرآن فهو قلب ملعون وكل نفس لا تشرق عليها شمس هذا الدين فهي نفس ملعونة ومن اعتقد أنه يهتدي بغير الهدي الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا يزكيه وله عذاب الأليم لذلك هناك حديث جميل جدا أخرجه الإمام ابن أبي شيبة وأبو عبيد في فضائل الكرآن والبغوي والدارمي في معالم التنزيل بإسناد حسن على ضعف يسير في إسناده من رواية سيدنا أبي أمامة البهالي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن يأتي أهله يوم القيامة أو يأتي صاحبه يوم القيامة فيقول هل تعرفني فيقول علك القرآن فيقول أنا الذي كنت تحب وتقره أن يفارقك فيقول علك القرآن فيقدم به على ربه فيعطى الملك بيمينه والقلد بشماله ويوضع على أبواه حلتان لا تقوم بهم الدنيا أضعافا مضاعفة فيقول الوالدان يا ربنا أننا كسينا هذا ولم تبلغ أعمالنا لم تبلغ أعمالنا أن نصل إلى هذه الدرجة وإلى هذه المكانة فيقول الله سبحانه وتعالى لهما هذا بأخذ ولادكم القرآن أي بحفظ ولادكم القرآن طب إزاي نطبق القرآن على الأرض يعني الرسول كان قرآن على الأرض قرآن أن يمشي على الأرض يعني بيطبق كل كلمة فيه إزاي نطبق القرآن على الأرض إزاي نطبق القرآن أن نعيش كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتدبر معاني القرآن أن نقرأ القرآن بفهم وبتفقه وبتمؤنينة قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أفلا يتدبرون القرآن نتدبر إزاي بقى ولو كان من عند غير الله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها نتدبر إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كما علم الصحابة رجوان الله تبارك وتعالى عليهم ويقول سيدنا حزيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه كنت أصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة البقرة ثم سورة آل عمران ثم النساء وكان صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية عذاب تعوز وإذا مر بآية رحمة دعا واسترسل مركز في اللي بقراه مركز في كل كلمة في كل كلمة وفي معاني الآية أن هذه الآية آية رحمة وأن هذه الآية آية عذاب وأن هذه الآية آية مغفرة معانا أستاذة فاطمة من الفيوم أيوة أستاذة فاطمة أهلا بيكي أهلا بيكي يا فندي أهلا بأهل الفيوم إزاي حضرتكم الحمد لله تمام أنا بحبك قوي ربنا يخليكي ربنا يخليكي عايزة تسألي حاجة للشيخ محمد لازم عايزة أشكره ربنا يخليكي شكرا لاتصالك يا فاطمة تفضل يا شيخ كان لذلك القرآن هو دستور الله سبحانه وتعالى على الأرض فيجب على كل مسلم ونحن في هذه الأيام المبارقة أن يعي كلام الله أن يفهم كلام الله جيدا وكما تفضلت حضرتك أن هناك أناس كثيرين يقرؤون القرآن بدون تماع أو بدون تفقه فطراه يقرأ القرآن ويقرج إلى الشارع مثلا ويختاب الناس ويتكلم في حقوق الناس حضرتك كنت بتقرأ القرآن من شوية أو من فترة قصيرة وهو كمان فيه معلومة جديدة بيقولك ما تخذش الدين من حد بيعمل غيبة أو نميمة نعم يعني اللي بيعمل غيبة أو نميمة أصلا ما تخذش منه الدين حتى لهو شيخ هذا صحيح وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه ويل لكل همزة اللومزة الهمز واللمز والغمز كل ذلك ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى لذلك ونحن في شهر الصيام خذ بالك الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا خيركم من تعلم القرآن وعلمه ولكنه قال في حديث آخر خص حفظة القرآن وخص المعلمين فقال في حديث آخر فإن المعلم إذا قال للصبي كل بسم الله فقال الصبي بسم الله كتب الله سبحانه وتعالى براءة للصبي ولأبويه ولمعلمه من النار بفضل أنه يعلم الصبي القرآن لحتى اللي بيحفظ القرآن ده اللغة العربية بتاعته بتبقى كويسة جدا بيبقى متفوق في الدراسة يعني سبحان الله بيبقى فيه مزايا كتير نعم للأسف الشديد إحنا في المجتمع الإسلامي بيعمل تفكر في الدماغ بينضى في الدماغ للأسف الشديد إحنا في المجتمع الإسلامي ابتعدنا عن كتاب الله وابتعدنا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحنا وضعنا القرآن جانبا وقال الرسول يا ربي حجرنا القرآن إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورة بعض الناس قد لا يقرأ القرآن إلا في رمضان للأسف للأسف الشديد مع أن القرآن كل يوم تعمل ورد يومي للقرآن وقاء وكما قيل ما لا ورد له لا ورد له يعني أنا ما عنديش ورد كرآني ما عنديش أصلا مثلا بعمل ورد في اليوم مثلا هأرى خمس يقول لي أكون أيتين اتنين بس أتفكر في معانيهم أو أتدبر فيهم ما عنديش يبقى ما فيش لي وارد ما عنديش وارد ما لا ورد له لا وارد له إذن القرآن الكريم يعلمنا أن نتدبر معانيه جيدا فإذا تدبرنا معاني القرآن الكريم جيدا سلكنا طريق الله سبحانه وتعالى وطريق رسوله صلى الله عليه وسلم ونجانا الله سبحانه وتعالى من الأوبئة والأمراض والأسقام كل ذلك موجود في كلام الله سبحانه وتعالى لذلك هناك قصة جميلة جدا قبل القصة بس أشوف فانوس إيه رأيك فانوس هتعمل لسه نادي في الكرآن هتقرأ الكرآن ولا هتتدبر معانيه طبعا الله يفتح عليكم والله أنا عايزك تستفيد وحاسس أن أنا هستفيد من الحلقة بجد هارده السنة دي في رمضان عايزه يبقى شكل مختلف عني يعني كل سنة باهتم بحاجات تالية باهتم بالفواليس باهتم بالرياضة باهتم بالأسلاف لكن السنة دي بالذات أنا عايزة تبقى مختلفة بالنسبة لي فجاي أتعلم منكم حاجة جديدة أعملها جديدة احنا السنة دي بقى مش هنقرأ الكرآن بس احنا السنة دي هتدبر قاية الكرآن هتفتح المصحف وانت بترى النهاردة أول جزء ها هتتدبر الجزء الأولاني انت ربنا عايز منك ايه في الجزء الأولاني أنا طبقتي على فكرة عشان تكونوا فاهمين معلومة برضو عرفتها لو انت طبقت الجزاءات والنواهي والأوامر زي ما ربنا قال لك على الأرض اعرف ان هيظهر لك في القرآن نفسه معلومات وكنوس معلومات وكنوس عمرها ما بتبان لأي إنسان على وجه ربنا لما يكون بيطبق صح لو ما بتطبقش مش هتبان لك مش هتعرف تفسر الأية أساساً هتبقى بقى حاجة مبهمة لأن القرآن ده كتاب سماوي مش كتاب كده لأ لازم تتدبر وتتفكر فيه تفضل يا شيخ أحكي الكصة قبل الكصة حضرتك فتحت المجال لأسئلة عظيمة جداً تبقى أنا عشر دقايق أتفضل طبعا لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن وعلم أن أحدا أوتي أفضل مما أوتي فقد استصغر ما عظمه الله سبحانه وتعالى أنت بطير الكرآن يا فانوس أه طبعا لبارك الكرآن على طول ودائما كنت بروح أصال التراويح في جمع عبر بن العاس والحسين بس دلوقتي عامل زمية في البيت بصلي في البيت أنا وإخواتي كل إينا بنتجمع وبنصلي وبنعمل كل حاجة في البيت يعني بنعيد بنعلق زينة رمضان والحضر الفواليس وبنأكل أكل حلوة ونقعد لدردش كده ونفتكر أيام زمال الجميلة لذلك ورد في الأثر أن البيت الذي يقرأ فيه الكرآن يتسع لأهله ويقصر خيره وتعمره الملائكة وتطرد منه الشياطين والله سبحانه وتعالى يقول في علياء سمائه إني لأهم بعذاب أهل الأرض فأستمع إلى صوت صبي يقرأ الكرآن فأرفع عنهم العذاب ولذلك البيت الذي يقرأ فيه الكرآن تنصب عليه خيمة من نور تهتدي به الملائكة الهابطة من السماء فإذا نزلت الملائكة وجدت هذا الرجل صاحب هذا البيت يرطل الكرآن فإذا مات هذا الرجل صاحب البيت صاحب الكرآن تسأل الملائكة بعضها بعضا أين هذا الرجل أين هذا الرجل الذي كان يقرأ الكرآن فيقال قد مات فيصعد القرآن عند ربه ليسأل الشفاعة لصاحبه ثم يهبط على الأرض مرة ثانية فيجد صاحبه هذا الرجل الذي كان يقرأ الكرآن قد غسل وكف فيدخل بين الجسد والكفن فإذا تولى الملكان السؤال تمثل القرآن الكريم في صورة رجل جميل الطلعة يقول لصاحبه لا تخف ولا تحزن فقد سألت ربي أن يشفعني فيك فشفعني فيك آيات حق من الرحمن قدمت موصوفة موصوفة الموصوف بالقدم لم تقترم بزمان ولا مكان وهي تغبرنا عن المعادي وعن عاد وعن إرم دامت لدينا إذ دامت كل معجزة فطاب من طيبهن القاع والأكم إذن أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم هو دستورنا ويجب علينا ونحن في هذا الشهر الكريم أن نعي القرآن جيدا أن نتدبر القرآن جيدا مصدق ذلك هناك فتاة كانت في إحدى دول الخليج هذه الفتاة كانت تخصصها تخصص علوم شرعية ولكن كان لها صوت عزب في قراءة القرآن هذه الفتاة مردت وذهبوا به إلى جميع المستشفيات ولكن وافاها الأجل وجاء المعزون وانتقلت الفتاة إلى قبرها وبعدما انتهى الأهل إذ بأهل هذه الفتاة يذهبون إلى غرفتها في الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل وإذ بأم هذه الفتاة تسمع صوتا يخرج من الغرفة أجبه بالبكاء الخفيف وأصواتا كثيرة فذهبت الأم لتحكي لزوجها ما حدث فقال الزوج لا من تخريف أو إنك شغل نفسك بالموضوع أو ما شابه ذلك حدث هذا الأمر أيضا في اليوم الثاني وفي الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل إذا بالأم تذهب إلى غرفة الفتاة فتجد صوتا أجبه بالبكاء الخفيف وأصواتا كثيرة فقصت هذه القصة على إحدى زميلاتها قالت لابد لها أن تأتي بعالم ليفسر هذا التفسير أو هذه الفتاة فأتوا بشيخ كبير فقال الشيخ لابد أن آتي في نفس التوقيت في الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل جاء الشيخ والأهل وذهبوا جميعا إلى غرفة الفتاة فسامعوا صوتا أجبه بالبكاء الخفيف وأصواتا كثيرة فبكى الشيخ بكاءا مريرا فسألوه لما تبكي قال تلك ملائكة السماء كانت تنزل لتسمع لصوت هذه الفتاة فلما ماتت بكوا عليها لأنهم فقدوا ذلك الصوت العذب الذي كان يقرأ الكرآن طيب عشان الوقت بتاع البرنامج احنا عايزين نتكلم كلمة أخيرة بس عن الناس اللي هي متعصبة ومدائقة بسبب غلق الجوامع ومساجد في رمضان تقول لهم إيه بالنسبة لغلق المساجد أو الجوامع هذه ما تقتضيه المصلحة أو ما يقتضيه الصالح العين وما يحدث لابد علينا جميعا أن نتكاتف وأن نكون يدا واحدا يدا واحدة حتى معبر من هذه الأزمة بعض الناس يقول لي احنا كنا متصلي الترويح في المساجد مش حسين بلزة وطعمه وكلام ده كله أنت ممكن تعمل سجادة في بيتك تصلي أنت وأهلك أنت وزوجتك أو أولادك وتعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه وكان بيتوضى إزاي وكان بيصلي إزاي مش عيب أبدا أني أطبق الكرآن وأطبق الصلاة في البيت لا الناس فهم الموضوع غلط لذلك هذه الإجراءات هي وقاية لنا نحترز حتى نعبر من هذه الأزمة حتى ينجينا الله كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه كان يقول اللهم نجينا من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام إن شاء الله خير بإذن الله الوباء ده يروح إن شاء الله من مصر عشان وقت البرنامج بس هنطلع نشوف توزيع شنط رمضان تحت رعاية برنامج امرأة من كوكب آخر ونشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة عشان وقت البرنامج إلى اللقاء عزيزي المشاهدين شكرا لحصن السماع شكرا والأمة الإسلامية بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك النهاردة مع كوكب الخير هنوزع شنط الخير بمناسبة رمضان بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هما الظالمون شدك الله العظيم النهاردة نحن نطفق اسم من أسماء الله الحسن على الأرض هو اسم الكريم وأنا قلت قبل كده في كل الحلقات كلما تطفق اسم من أسماء الله الحسن على الأرض يعرف أن ربنا يرزقك من حيث لا يتحتسب الصدقات هذه مهمة جدا كلما تنفق للغلابة كلما ربنا يرزقك من حيث لا يتحتسب كلما يرزقك الصحة والوباء اللي ربنا عرض لي الأمة الإسلامية كلها والعالم كله بمعنى أصح الأوباء ده لو أنت أنفقت أعرف أن ربنا يحميك من هذا الوباء لأن أنت تطبق تعليم القرآن الكريم هناك شيء أخير أريد أن أقولها بالنسبة الفلوس بتاعتك أو بتاعتك أو بتاعت أي إنسان دي مش فلوسك أعرف أن دي فلوس ربنا سبحانه وتعالى هو بيدهالك عشان يختبرك شوف أنت هتعمل فيها إيه هتوديها للناس الغلابة هتقول فك فين هتعمل إيه لكن مش أنا أتكلم عن الناس مثلا أنتوا عندها بخل وشح ويعين والفلوس لا دي فلوس لا إيه أنا فلوس هتشرفها على المرض هتشرفها على حاجة مش كويسة فدي فلوس ربنا فكل ما تطلع أكتر كل ما ربنا يرزقك أكتر هنطلع دلوقتي ونشوف شو نص رمضان انتظرونا اشتركوا في القناة